كيف يثبت الصيام في رمضان؟ يثبت الصيام في رمضان بشهادة مسلم ذكر حر عدل أنه رأى هلال رمضان بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم أو باستكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما رواه البخاري ومسلم